أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى خلوني أرحب بديوفنا ونجمنا الكبار النجم الكبير كابتن أسامة عربي زي كابتن أسامة نجم الكبير أيضاً كابتن عادل عبد الرحمن زي كابتن عادل أنا كابتن إسلام أهلاً بيك الله يخليك لكابتن أسامة خليني أبدأ مع حضرتك بكأس الربط أولاً إيه رأيك في الفكرة فكرة هيلة صحيح إحنا بقلنا كام سنة بنعاني من موضوع الضغط في الدور المصري والتأجلات كتيرة وبتاع لكن يعني أنا الأواني إن شاء الله أنه مفروض يبقى فيه مسابقات إن شاء الله تبقى منتظمة دي واحد تاني حاجة خلق مسابقة زي خلق اللي هي مسابقة الرابطة دي موجودة في العالم وموجودة طبعاً في الدورة الإنجليزية والدوريات كتيرة بتدي فرصة لعناصر أخرى تشارك يعني بالذات كمان لما يكون في أوقات زي بطولات الأمم صحيح سمعت أنا الأستاذ أحمد دياب وإعماد والمجموعة يعني بيتكلموا إنها هتبقى مستمرة بعد كده حتى لو مش موجود أمم إفريقيا أو حاجة هنا هتبقى مستمرة المسابقة فيها فوائد كتيرة منها فيها هتبقى جوائز مالية بتفرق مع الأندية فيها اكتشاف لعيبة جداد ممكن المدربين يدوم فرص في عدم وجود اللعيبة بتبقى في المنتخب أو اللعيبة اللي عايزين يريحهم شوية في بطولة الدوري أو البطولات الأفريقية يعني هي مكسب بكل الوجوه بالذات تحديداً كبدايتها في الفترة دي هي مناسبة جداً في الفترة دي مناسبة هي جاية كمان مع كاس الأمم الأفريقية ففرصة كبيرة جداً للعيبة كتير عايزة تثبت نفسها لعيبة ما كانتش بتشارك لعيبة تاخد خبرات أكتر لعيبة تثبت المدربين أكتر إنه هم مفروض يأخذوا فرصة أساسية نفس المدربين يكتشفوا ساعات في ضغط الدوري والبطولات المحلية والإفريقية المدربين ما ببقاش عنده وقت إنه يدي فرص بشكل مناسب بطولة زي دي وحتى في الدوري الإنجليزي بنشوف إن فيه لعيبة بتلعب في بطولات دايماً البطولة دي هي اللي بتبقى المختلفة أيوة فيدي فرص لناس وعلى اللعيبة بقى اللي هي تاخد الفرص دي ويمكن تحديداً نهاية تستغلها طبعاً وبتحديداً كمان الأندية اللي زي الأهلي والزمالك اللي هم فيهم عدد وبرامدس يمكن 6-6-4 في المنتخب من الثمانية وعشرين يعني حوالي 16 لعيب ولا حاجة فرص للعيبة اللي هي ما كانتش بتشارك بشكل أساسي إنها تثبت نفسها فهي فيها فوائد كتيرة جداً فبنحيل ربط عليها وبالتوفيق إن شاء الله بإذن الله